أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان ترشيد الطاقة هو الوضع المعتاد الجديد تناول خلاله كيفية تحقيق كفاءة الطاقة وأهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال صلت تقرير الضوء على إطلاق مصر لمبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس 2022 في محاولة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي أشار التقرير أيضا إلى أن ترشيد الاستهلاك في المنازل هو الطريقة السريعة لتوفير الطاقة حيث تمثل الكهرباء والوقود المستخدمان في تدفئة المنازل وفي تبريدها وإنارتها ما يقرب من 40% من استهلاك الطاقة في أوروبا